وعلى الدراسات دكتور ياسر أهلا بك معنا دكتور ياسر يعني لو لك تعليق على ما تم تعديله بشأن حضر الأحزاب على أساس ديني أو ممارسة نشاط سري معايد للديمقراطية نعم وطبعا زعمر موسى يعني تصريحاته أن أولا أن الوقت كافي في شهرين لإنجاز دستور يتنافى مع ما كان في الدستور في 2012 ستة شهور غير كافية لإنجاز دستور فأصبح ستة شهور شهرين كافية لإنتاج دستور لجنة الخمسين مفترض كما جاء في نص العالم الدستوري وتعديل دستور 2012 الآن نحن الكلام ماشي في إطار إنتاج دستور جديد مخالف لألفين لألفين وطنشر السيد ستة شهور يطلب اليوم تعديل دستوري لإنتاج دستور جديد هذه التنقضات إذا أردنا أن نكتزل المستقبل تزعزع الثقة في المواطن أنت الآن تخرق قرارات ونصوص دستورية ضخمة جدا أولا هذا القرار حاضر أحزاب على أساس ديني يعني كتب مقال أستاذ جبل السلطان عمل استقصائي لأعضاء اللجنة ما هو الحزب الديني أبغفر شكر قال حزب الديني لما استخدم قرآن والشريعة عضو آخر الحزب الديني لما استخدم تتبانت التعريفات ما بينها ليس هناك تعريف جامع مانع على ما هو الحزب الديني طب دستور 2012 قال أن لا يجوز إنشاء حزب يؤدي لتفرق أساس الدين أو العرق أو اللغة فإذن يعني هذا الكلام الآن الخطاب على حظر حزب على أساس ديني يخرج على مجتمع في نسبة كبيرة جدا من الناس لا تقرأ أو لا تكتب مع إغلاق قنوات مع إغلاق مساجد هذا الأمر خطير يعني الناس تشعر أساس ديني بحرب الإسلام فنبغي أن تكون إذا كان هذا القراء أيضا مضمن في الدستور الماضي والحياة السياسية المصرية حتى الآن لم تعرف حزبا على أساس ديني يعني منذ دستور 23 إلى الآن لم يبرس في الصحة المصري حزب قال لك أن حزب إسلامي كهانوتي رجال الديني عندي أساسيين لكن كانوا يقولون نحن أحزاب ذات مرجعية إسلامية المرجعية الإسلامية يعني لا يمكن لأي مصر أو عربية يقول لي ليس هناك مرجعية إسلامية يعني هذا مكون ثقافي الآن ميركل اليوم في ألمانيا جدد لها لمدة أربع سنوات الحزب المسيح الديمقراطي الحالة الأمريكية أكبر تصالح ما العلمانية وما الحالة الدينية فأولا ينبغد إذا اللجنة تحدد ما هو الحزب الذي أنشأ على أساس ديني حتى نعرف ما هو تعريف الجامع المانع لهذا المسيح يعني ما علاقة هذا التعديل بحضب الأحزاب على أساس ديني بالمادة الثانية للدستور لأن المدة الثانية للدستور يعني إذا ما حضرت الأحزاب على أساس ديني فهل ذلك يؤثر على ضرورة تعديل المدة الثانية للدستور؟ يعني أول شيء الآن حزب النور مشارك في هذه اللجنة حزب النور يعرف نفسه أن حزب ذات مرجعي إسلامية فما هو رأيه أصلا في هذا التعديل إذا جئنا حتى للتجربة المصرية حزب حرية والعدالة على ما يقال ما فيه نائبه الآن هو مسيحي يعني عمليا المجتمع لا يتحمل كمية هذه المفخخات يعني إجراءات متعصفة أيضا هذه اللجنة فيه شقين فيهم خطأ خطأ في الألية وخطأ في المحتوى هذه اللجنة الآن غير مجمع عليها من الشعب المصري يعني ألية اتخاذ القرار فيه أمرين كنا نعيب الأول لجنة المائة مش معبرة وفيها إشكالية كبيرة ولو تعبر عن أطائف المجتمع لجنة الخمسين الآن لا شك لأن انسحب أمس ممثل المصريين بالخارج بأوروبا علنية وقال هذا الدستور لا يليق حتى ولو يصنع في مركينة فاسو أيضا تعليقات رفض من قبط الصحفيين فيه أجسام اجتمعية غير ممثلة فهذه أولا هناك آلية في اتخاذ القرار تبدو أنها غير لا ترضي المجتمع بدرجة كبيرة جدا ثم قرارات ليس لها تفسير قل لي أنت عاوز إيه بالظبط يعني أنا الآن مواطن أو شاب أسمع عذر إقامة أحزاب على أساس ديني إيه ما هو المطلوب يعني قل لي تحريكة رجل دستوري الآن في مقام كبير وتستمع وترسم مستقبل المجتمع لابد أن تحدد وضع النقاط فرق الحروف فيما زر تريد في هذا الإطار ما علاقة عندك مادة تانية تقول الدين الدولة لاسمي والإسلام الإسلام يعرف تمييزها بين عمل مدني وعمل غير مدني طيب أنت أشرت دكتور رياسر إلى أن هناك من الرموز السياسية من عرض عليهم صحيفة المصريون عن طريق الأستاذ جمال السلطان وبعث إليهم بمن يسألونهم عن تعريف للأحزاب الدنيا فاختلفوا جميعاً ولم اتفقوا على مفهوم واحد صحيح هل هناك آلية في الدستور لتحديد المفاهيم التي تذكر في بنوده ونصوصه ومتونه حتى يتم التعرف عليها قبل الاستفتاء يعني هل سيتم تعريف يعني إيه حزب ديني محظور من قبل الدستور أم أنه لا يشمل هذا أنت تصنع تصنع سفينة لأبحار تجاه المستقبل المجتمع يعني محتاجين فيه بصلة وفيه ربان وفيه شاطئ سوف نصل إليه إذا ما كنا مش عارفين الشاطئ هممكن نصل لجهزة الشيطان يعني لابد أن تحدد خاصة الأمور مفخخة يعني الآن الآن أنت في أحزاب ذات مرجعية إسلامية كانت بالأمس حزب رقم واحد كانت الأغلبية في المجتمع يعني لها أنصار بالملايين المس بهذا الوجدان يحتاج إلى معالجة قل للناس يعني إذا كنت صادق لما تقول أن مثلا التعرفات اللي قالوها لا تنطبق على الأحزاب موجودة حاليا حزب حرير وعدالة ما زال حزبا قائما حتى الآن حزب قائم لحد الآن فهذا قرار ماذا تستهدف به هل تضع النر على البنزيمة عشان المجتمع يشتعل أكثر أو تعطي لأسف تعطي يعني تعطي قبلات الحياة لبعض المتعصبين الآن هناك في المجتمع المصري من يوصف الصراع الآن القائم صراع بين الإسلام والكفر وقول لك شوف يا حم أفعلوا الجوامع لقوا القنوات الإسلامية منعوا الأئمة وآخر حاجة الدستور يمنع حتى لو كان ذلك يعني يبغي أخذ يعني رائعنا أولئك الناس فيه والسلين الفلحين شعبين شعب عصيم وعند وعي لكن فيه 40% لا يقرأ ولا يكتب هذه الأخبار تصل للناس بحرب الدين على كل حال سيكون الاستفتاء على هذا الدستور هو الحاسم الفصل هناك من يتحدث أن إذا كانت مدخلات هذه الجمعية حتى يعني غير ديمقراطية لطبيعة الحال وطبيعة المرحلة فالمهم أن المخرج أو المنتوج سيحدده استفتاء الشعب فما الذي يزعج في هذا؟ صناعة الدستور من صناعة مواد غذائية ولا إنتاج مصنع ملبوسات ولا المحالة للملبس أنت تصنع دستوريا أنت تصنع مجدان يعني تتفق على القواعد الكليا لبحار تجاه المستقبل مثال الدستور الأمريكي تكلم عن الأمن القوم الأمريكي عندنا في مصر الأمن القوم مصري أصبح أستك أصبحت ربعة ضد الأمن القومي أصبحت طلابنا ضد الأمن القومي الأمن القوم الأمريكي موصف أن تكون أمريكا القوى العسكرية الأولى في الحالم أن يكون المجتمع الأمريكي رنفز للرفاء وحدد مستوى الداخل كم فلما أنا لابد أصنع وجدان المجتمع في توافق قضاء للنقاش تبستعجل ليه؟ يعني أنا ست وشهور ما كانش كافي لإنتاج وجدان في المجتمع شهرين ده مش مسلوبة ده ده شايط ومحروق يعني إذا كنا فعلا محتاجين نعبر للمستقبل أنت مش بتتكلم في قضايا بسيطة أنت تتكلم في وجدان أمة مسكونة بفكرة الإسلام دين ودولة مسكونة بفكرة أن مصر دولة أصلها لبرالي مسكونة بفكرة أن مصر أصل القومية عندك طيار اشتراكي وطيار لبرالي وطيار إسلام والآن الجيش يقول في طيار تكفيري يعني هذه الكينات كيف تحكمها في إطار دستور؟ هل أنت عاوز دستور تحطه على الرف ولا يمشي في الحياة ويكون ويكون يعني ضابط لوجدان الناس ولرؤيتهم؟ هذا يحتاج إلى نقاش كبير دكتور ياسر الغرباوي مدير مركز التنوع للدراسات شكرا جزيلا لك وصلت قوات الجيش ترجمة نانسي قنقر